وينضم إلينا من موسكو حسين مشيك مراس القطاع الأخبار بالشركة المتحدة حسين بعد التحية لو طلعنا على آخر التفاصيل والاستعدادات في السفارة المصرية وكم عدد الجالية الذي يقدر في روسيا وفي موسكو تحديدا نعم داما ساعات قليلة وتفتح السفارة المصرية في العاصمة الروسية موسكو أبوابها أمام الجالية المصرية لإكتراعهم في الانتخابات الرئاسية المصرية حسب آخر المعلومات المتوفرة لدينا من كادر السفارة المصرية فإن التجهيزات التي تقوم بها السفارة المصرية أشرفت على الانتهاء أيضا من المقرر أن يشارك عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في عملية الانتخابات بالنسبة لعدد الجالية المصرية في الأراضي الروسية العدد هو حوالي خمسين ألف عدد الجالية المصرية هذا العدد وعلى الرغم من مساحة روسيا الكبيرة جدا إلا أن هذه النسبة تعتبر من ضمن النسب القليلة مقارنة مع الجاليات الأخرى الموجودة داخل روسيا السفارة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية أعلنت عن أن أي مقترع مصري أو أي ناخب مصري يجب عليه أن يكون معه الرقم الوطني بالإضافة أيضا إلى جواز السفر الأصلي وأيضا السفارة أعلنت عن وجود عدد من أفراد تقيمها لتقديم المساعدة وجميع المستلزمات للناخب المصري الساعة التاسعة بتوقيت موسكو من يوم غد ستفتح السفارة المصرية أبوابها العمل سيستمر حتى التاسعة مساء أيضا الانتخابات ستجري في مقر السفارة المصرية لمدة سلاسة أيام بالإضافة أيضا إلى أن السفارة المصرية تتعاون مع الجانب الروسي من أجل تسهيل جميع المستلزمات وأيضا جميع الأمور اللوجستية التي يحتاجها الناخب المصري ليصل إلى مقر السفارة المصرية لكن داما دعيني هنا فقط أنوه إلى أن درجة الحرارة في العاصمة الروسية موسكو متدنية جدا لذلك النسبة التي ستشارك فيها الجالية المصرية يوم غد في الانتخابات تؤكد الاهتمام المصري وخصوصا اهتمام أبناء الجالية المصرية في وطنهم الأم وأيضا احترامهم بالقانون المصري وتأكيدهم مرة أخرى على ضرورة إعطاء رأيهم فيما يجري داخل الأراضي المصري نعم كل شكر لك حسيني مشيك من موسكو مراسل قطاع القنوات الإخبارية في الشركة المتحدة ترجمة نانسي قنقر